وفي قراءاتها المتخصصة للمعطيات أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن المحادثات بين بغداد وواشنطن حول قضية الوجود العسكري الأمريكي قائمة حتى قبل حرب غزة موضحة أنها تتعلق بطبيعة الوجود وليس سحب القوات ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج نفيها أن تكون محادثات اللجنة العسكرية العليا تتعلق بسحب القوات الأمريكية من العراق بينما يقول مراقبون إن عدم إراقة دماء أمريكية في العراق هو حائط الصد الذي يمنع إعلان واشنطن الحرب الشاملة على الفصائل وبحسب سينج فإن المسألة تتعلق بمستقبل العراق وضمان أنه جاهز لتحقيق النجاح في الدفاع عن أمنه الخاص وسيادته وكيف بإمكان الولايات المتحدة دعم العراق للقيام بذلك بحكم تكامل مهام القوات في العراق سوريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر